أنا بدي أسألك، طيب أنتم لماذا يعني تشتكون وتبكون المناطق السنية، المناطق السنية والمناطق السنية؟ هذه مشكلتكم، لماذا تحصرون كل معارككم مع النظام في المناطق السنية؟ أين أنتم من دمشق؟ أين أنتم من العلويين في الساحل؟ أين أنتم من مناطق المؤيدة للنظام؟ هذه مشكلتكم، دمرتوا المناطق التي تقاتلون فيها، بدكم اتحرروا سوريا، روحوا لي على الساحل، هيك بقولوا السوريين روحوا على دمشق، روحوا على المناطق اللي عبرت تأيد بشار الأسد، والعنوا أبوها كما يقولنا، وين كن أنتوا عنها؟ هذه المناطق تحديداً ليست تحت حماية إيرانية فقط وروسية، حتى أمريكا ضطر الأمر تدخل بطيرانه اللي تدافع لأنه عرفان هذا النظام المجرم، ما عاد محتمل، ما محتمل شيء حتى لاحظت كيف دخلت الآن هي واتفاق روسيا لأنه ما عاد محتمل حتى روسيا ما حسنت تدافع عنه يا أخي، أنت يا أخي، ليش بتلوم النظام؟ طيب، أنا بدي أسألك، النبل والزهراء، مستعمرة شيعية في قلب منطقة السنة، كفرية وما بعرف شو هذي والفوعة، ما زالوا بقلبكن قاعدين، طيب، ليش ما تروح تهجرهم مثل ما هني هجروا كن؟ ليش ما تروح تهجرهم وتلعني اللي خلفوا؟ نحن كرمال صرماية هذا الطفل الصغير اللي في المعظمية اللي في مضايا وفي الزبداني فقط تركين هدول المجرمين تركينوا الهجر؟ يا سيدي، يا سيدي، الحرب ما فيها عواطف، هذا هو هجركم كل المناطق، بتروح بتحريب لي بحلم؟ إن شاء الله وبتحريب لي بدريا، روح على الساحل يا سيدي لا لا، قادم قادم، إن شاء الله روح على الساحل قاعدهم إن شاء الله قادمين بالساحل وبغيرها، نحن ما رح نترك، إذن فاكرين هلَّا أنه والله عبارة عن الوقت جاي، الساحل إنا، و دمشق قلنا ما رح نترك منطقة، كله رح يتحرب كيف يا سيدي؟ اشتركوا في القناة